بسم الله الرحمن الرحيم طيب الاحين نكمل شرح راينو تكمل على الشرح السابق هذه قدامنا الميموري كما يراها المستخدم فالسؤال الاحين ما الذي يحدث لما راينو ينفذ البرنامج هذا كيف راينو راح يسوي لنا ميموري مشابهة كيف راح تكون الميموري بالنسبة للراينو وش الاشياء اللي راح يسويها طبعا اول شي راينو راح يسوي للكود هذا الانترميديد كود وهذا هو الانترميديد كود الجوز هذا الخاص بفنكشن جي بعد كده هذا الجوز الخاص بفنكشن اه اف وبعد كده هذا بعد كده يجي الجوز الخاص بالمين كود هنا هذا الجوز الخاص بالمين كود طيب راح يشوف الاحين كيف راينو يستخدم الشي هذا وكيف ينفذ البرنامج اول شي يسوي راينو راح يسوي لنا حاجة خلنو خلي بميموري حقية رجافة سكريبت هنا قريبة شان شوفين كيف اول شي راح يسويه راينو هو انه يسوي لنا شي ممكن انا نطلق عليه او نسميه الاكسكيوشن كونتكست والاكسكيوشن كونتكست هذا هذا هو يعني تخيل انه عندنا حاجة زي كده كبيرة اسمها الاكسكيوشن كونتكست طيب هذا الاكسكيوشن كونتكست كل شي كل ميموري راح تكون الخاصة بالبسكريبت اثناء تنفيذ راح تكون جدة الجو الاكسكيوشن كونتكست اول شي يسوي الاكسكيوشن كونتكست يوفر لنا اشياء او كثير في علاج. من ت�activ المبنية هي حاجة الاكسكيوشن نسميه الاكسكيوشن كونتكست الاكسكيوشن كونتكست الاكسكيوشن كونتكست الاكسكيوشن كونتكست واحده انها Messi اوفر لنا الاشايات كثيرة either مامتها بالآهم انها اوفرنا ويوفرنا ثريد في الجافة لين يتنفيذ الجافة سكريبت يعني هو تقدر تفكي الوبرنامج مثل البرنامج لما تنفذ برنامج في البرنامج يسوي لنا برنامج تصير فيها كل المعلومات البرنامج فعندما نفذ جاف سكريبت بانستخدام راين من تابلوتر سيكون لنا اكسكوشن كونتكس في كل المعلومات التنفيذ طيب اول شي طبعا راح يكون عندنا الكود كومبايند زي ما شفنا راح يكون عندنا الانترميديد كود حق الجاف سكريبت لاحظا ان الانترميديد كود ما في كل شي في اشي اكتير يسوي هرجاء الانترميديد الراينو بدون الرجوع للانترميديد كود اول شي راح يصير من نسبة للراينو انه راح يبنيننا الكل ستاب او شي راح يصير فيه فون شناه للثوب اوبجكت في التالي راح يكون عندنا راح يصير عندنا استاك راح يصوي استاك ينمو الاسفال بدلا ينمو الاسفل في الأعلى فأول شيء راح يكون عندنا راح يكون عندنا حاجة زي كده نقدر نقول أنه هذا stack call stack زين طيب كل ستاك هذا في call frames كل جزء في call frames فهذا مثلا أول شيء يسوينا frame خاص للتوب كود زين هذا هذا frame هذا من نوع هذا من نوع فهذا الفنكشن frame هو من نوع من نوع من نوع axis ومن نوع call frame طيب الـ Execution Context هنا عندنا في حاجة نسيتها هنا هو من نوع Context لما قلنا نوع Context هنا فأنا أقصد الـ Class الجافة هي Context مزيلا الـ CallFrame هنا من نوع CallFrame معنا أن الـ Class الجافة هي اسمها CallFrame طبعا الآن جول تنفيذ البرنامج هذا الـ CallFrame الخاص بالـ TobeCode ما سيكون عندنا بالـ CallFrame الخاص بالـ TobeCode سيكون عندنا حاجتين رئيسيات الحاجة الأولى سيكون عندنا الـ Function هذه الـ Function سيكون عندنا سيكون عندنا هذا سكوب سكوب السكوب اللي موجود عندنا هنا هو سكوب هذا هو سكوب سكوب موحنا اللي نسويه هنا هذا كيف يسوى هنا نشوف كيف يسوى سكوب في الـ Rhino طيب الـ Function هنا هذا في الكود الـ Intermediate Code الخاص بالـ Function اللي الآن يتمتم فيه طبعا هنا عندنا الـ TobeCode فهنا راح يكون فيه الـ Intermediate Code الـ IC الخاص بالـ TobeCode زيب؟ هذا اللي راح يكون عندنا موجود طيب بالنسبة للـ بالنسبة للـ بالنسبة للـ السكوب هنا تقريبا سكوب فيه معظم الأشياء اللي حنا نحتاجها مزيلا فأول شيء وش نوع اسكوب اللي موجودة الـ النوع هو native object هو من نوع native ما هو نوع native object هذا سؤال مهم جدا من الآن معظم الأشياء معظم الأشياء معظم الأشياء معظم الأشياء اللي نشوفها هنا اللي هي تمثل أبجكت موجودة في الجافة زي مثلا السكوب هنا إذا كنا نتذكر التوب سكوب هو عبارة عن this object زين وهو الوحيد اللي من نوع object في الجافة سكريبت إذا نذكر هنا إذا الشرح سابق لأنه التوب سكوب عندنا التوب سكوب هذا هو this object وهو من نوع object object بينما سكوب هذا ممكن أننا نتحكم فيه ممكن أن نسوي له access من جوة الجافة سكريبت لكن السكوب هذه لا يمكن أبد أن نسوي له access من جوة الجافة سكريبت فبالتالي نرجع للجافة هنا إذا راينو راح يوفر لنا راح يكون التوب سكوب فقط من نوع class يمكن تمثل object في الجافة سكريبت أو هي من نفس نوعية اللي نستخدمها للobject في الجافة سكريبت زي ما قلنا راح يكون فيه مابينج كل تايب في الجافة سكريبت راح يكون مابد في الجافة زين؟ فبشكل عام بشكل عام جميع التايبز في الجافة سكريبت بشكل عام راح يصيد لها مابينج على تايب اسمه scriptable object زين؟ فهذا فجميع التايبز في الجافة التايب الرئيسي في جافة التايب الرئيسي اللي يمثل في الجافة هو scriptable object زين؟ scriptable object بكل بساطة هو عبارة عن implementation في الجافة ل الماب هو عبارة عن ماب زين؟ يلو نظرنا له في الجافة راح نجد انو عبارة عن ماب زين؟ في ال هاش ماب كل البروبرتي لها value زين؟ فهذا هو طبعا راح نتكلم عن بس المهم انو هذا هو احنا نعرف انو اي اوبجيكت في الجافة هو عبارة عن ماب property و value ونفس الشي عندنا هنا scriptable object في الجافة هو عبارة عن ماب من البروبرتي الى value طبعا تحت scriptable object راح نجد عدد كبير من الوبجيكت يعني فيه شجرة شجرة الانهيرتنس وراثة فيه اشياء كثيرة فهنا ما يهمنا انو فيه من ضمن الاشياء اللي موروثة تحت scriptable object اه 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 فيه اه فيه كلاس نسميها اسمها id scriptable object تحت الكلاس هذي فيه شي اسمه native object هذا بالضبط هو native object هنا هو بالضبط يمثل لنا ال object في الجافة script اذا قلنا native object نقص بالضبط object لاحظة ان الجميع هم scriptable object لكن اي native object هو object اذا قلنا عفوا اه مثلا اه مثلا string في الجافة script نعرف انه string ليس object في الجافة script string هنا يمثل ب native string و و هكذا مثلا عندنا native array فقط كمثال ثالث يعني مخير native array الري وهذه تمثل الري في جافة script هذن هذا هو السلسل الموجود في الجافة في 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 حاجة مهمة هنا وهي نختم فيها الكلام عن السلسل وهي هذه كلها كلها في ارجاعها base function و base function في تحتها اه شي اسمه native function و تحت native function في شي اسمه interpreted function و interpreted function هنا هي بالضبط في جافة script يعني اللي نستطيع اللي نسميه في جافة script مظبوب فهذا هو السلسل او الشجرة الشجرة اللي يسويها راينو اللي يستخدمها راينو عشان عشان يمثل الوبجيكت في جافة الوبجيكت الجميع يتبع scriptable object مضبوط الجميع يتبع scriptable object الوبجيكت يمثل native object و في الحقيقة في بعض الاحيان اللي تسرعه string يمثل ب string في الجافة و ليس native string الري في الجافة script نتبع الري وهكذا الفانكشن هي interpreted function نلاحظ انها ليست في نفس المستوى هنا و انما في مستوى عام طيب اذا لو رجعنا للميموري اللي عندنا هنا راح نلاحظ انه ال call frame ال call frame لا يتبع scriptable object زين كذلك ال context لا يتبع scriptable object مضبوط لكن scope طيب 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 من أهم الأشياء الموجودة في طوب صكوب هم لكل اللي اللي فيها فيها أثن هنا في class اسمها أو في variable اسمه object لاحظوا أنه هذا native object فهو في property و value في property اسمها object الجافة طبعا هنا في property اسمها object ويتبعها الobject اللي هو object اللي يمثل أبو الobject في الجافة سكريبت في property اسمها object في property هنا اسمها مثلا math وهكذا أيضا في library حقه الجافة سكريبت موجودة هنا خزنا هنا في top scope زين جميع library زين ما قلنا هنا لو تلاحظون قلنا أنه لما تبرمج أنت أنك تفترض أنه في object موجودة كلها موجودة في top scope بدون أنك أنت تسويها زين أنت ممكن تسوي بعض الobject لكن في object موجودة مسبقا هذه نفسها هنا هذه اللي نشوفها هنا في object في math موجودة هذي مسبقا populated من قبل rhino مزين فعند أي طلب الobject في الجافة سكريبت rhino راح يمشي في scope لين يوصل top scope بعدين يعطينا الobject اللي موجود هنا أيضا top scope فيه interpreted function في object من نوع interpreted function وهذا هو اسمه idata فهذا يمثل الـ function الآن جالسين فهي في الحقيقة أنه لما نقول هنا عندنا الـ function موجودة في الـ call frame ما هي إلا pointer في الحقيقة هذا ما هي إلا pointer الموجود في scope هذا هو الـ هذا اللي نسميها الـ idata أو الـ interpreted function هذه هي الـ function اللي عندنا الـ function طبعاً وش فيها؟ من أهم الأشياء اللي موجودة فيها فيها الـ i code زين اللي هو الـ intermediate code اللي موجود عندنا فيها كـ object يعني في الجافة سكريبت فيها pointer على function على object function اللي يمثل أبو الـ object أو الـ functions كلها في الجافة سكريبت فيها تقريباً هذي هم الأشياء اللي موجودة فيها وممكن تكلم معنا بالتفصيل المهمة ففي الـ interpreted function عندنا هنا في scope غيره وش موجود في scope عندنا لو لا طبعاً هذا الأشياء موجودة قبل ما نبدأ التنفيذ أول ما نبدأ التنفيذ هو الـ top code أول ما نبدأ التنفيذ الـ top code رح يكون عندنا call frame في scope في كل الـ object اللي موجودة في جاف سكريبت فيه الـ function اللي موجودة عندنا وراح يكون في أيضاً الـ variables اللي حنا عرفناها هنا اللي هي x و object رح تكون موجودة عندنا هنا وراح يكون عندنا شيء زي شبيب هذا رح يكون عندنا هنا حاجة اسمها x وفي قيمة ثلاثة رح يكون عندنا حاجة اسمها وعبارة عن وعبارة عن فيه مجموعة من القيم على شكل property و value ثم تكون ثلاثة سوف نقوم بعمل مفتوضة جديدة سوف نقوم بعمل مفتوضة سوف نقوم بعمل مفتوضة شيء مهم هنا سوف يكون عندنا سكوب نفس الموجود في الأعلى هذا الموجود في الـ call frame سوف يكون عندنا سكوب سكوب هنا هو من نوع native called و تمثل created variable or object ول lender scriptable جوه سكوب هنا راح يكون فيه زي مجلنا فيه الفانكسن فانكسن فعليا هي كوينتر لجوه سكوب راح يكون عندنا الفانكسن لما فيه لاي كود ولا شئة هذي راح يكون عندنا الموجودة الموجودة في الكود حقنا هنا ليه واي و اي كبرامتر و اوبجي و راح يكون عندنا ثلاثة شئة هذي ستبعكم عندنا اي و انا اوبج طبعا لاحظ انه اوبجي هنا من نوع نيتف اوجيكت اي هنا بما انه رقم فرح يكون من نوع الكلاس في الجافة اللي اسمها دابل طيب افسان سرعة التفتيت النمبر في الجافة سكريبت مات دابل في الجافة راح يكون ايضا عندنا ارقومنت و هي من نوع نيتف اوجيكت و يتمثل راح كون فيها طبعا بما سدعينا الف بارقومنت واحدة ف راح يكون عندنا ارقومنت واحدة اي هنا و يتمثل ال الري ارقومنت في الجافة سكريبت عند سدعي فانكشن دول فانكشن عندنا الري ارقومنت جاهزة ما نعرف احنا ولا شيف هذي موجودة عندنا من نوع نيتف اوجيكت سيكون عندنا شي مهم هنا وهو شي يسمى parent يأشر على scope هذا فلي هو parent scope او scope حق الفانكشن اللي فانكشن اللي موجودة هذه فانكشن اف موجودة لوجوة توب كود فاذا scope حقاي اشر على توب كود ثلاث او بعد كده لما نغفذ الكود الثالث فاحكوا لنا strand سوف يكون في نفس الشي في الفانكشن اللي موجودة عندنا فيما في الكود والديتا للدي اندا فيها راح يكون في سكوب اللي موجود اللي يستخدموا وراح يكون عندنا باريبل واحد وهو باريبل زد يكون عندنا هنا بيرانت بيرانت هذا يعشر هنا على سكوب هذا و فقط هذا وهذا اللي راح يكون عندنا هذا سكوب طبعاً في ملاحظة مهمة هنا جداً يعني اردو انه لما نقول انه عندنا وجو الكولفريم فيه سكوب فانانا اقصد انه عندنا ريفرنس اسمه كل الفريم نتكلم عن الجافة هنا هذا الوبجيكت في جوه اسمه سكوب ويأسر على سكوب في هذه الحالة في هذه الحالة طبعا أبسط أنه نحط الكلفرين هكذا نحط جوه اسكوب لكن حاليا هي قضي كلها الريفرانسيس طبعا في الجافة أو الكوني ترس بس طبعا نسميها الريفرانسيس في الجافة هذه طريقة التنفيذ في الجافة راح نشوف الحين بناء على هذا سكر الكنتكستين اللي عندنا هذا بناء على هنشوفوا قدامنا هذا راح نشوف بسرعة كيف تم تنفيذ برنامج اللي موجود برنامج السرق الموجود عندنا أو الكود الكود الموجود عندنا طبعا أول شي راح نبدو التنفيذ من هنا هذا المثل التنفيذ من هنا هذا المثل كتبك بعدين راح ننفذ الكود القاس فنكشن F بعدين راح ننفذ الكود القاس فنكشن G اثناء التنفيذ راح يكون في أشياء يعني تحدد إضافية للأشياء اللي شدنا هنا لكن أنا هنا فقط يعني وضعت كيف benefits المموري اللي بالجافا سكريبت كيف يتم تنفيذها كيف تم تنفيذها في بعض ال見 Mills المماري الموجودة في الجافة في الانتربرتر وهذه المماري الموجودة في الجافة سكريبت وممكن نسوي عملية مقارنة سريعة بشكل سريع الآن هو أنه يشوف عندنا الـ Global Scope هنا من نوع Object يمثل ب الـ الـ بسكوب هذا لاحظ أنه عندنا Execution Context عندنا Stack اللي فيه Call Frames الخاص بكل فانكشن هذي مين موجودة عندنا هنا؟ يعني كمبرمج في الجافة سكريبت يعني أشياء هذي ما تهمك لك كشخص يشاهد الـ Rhino وتهمهم الأشياء هذي يفتاجها Rhino لما نقول هنا عندنا أنه فيه X وفي عندنا Object فانكشن F فيه الكود حقها وكل شيء هنا هذا بالضبط اللي نقصده هذي كل هشياء موجودة ضمن توب سكوب عندنا الـ variable X وعندنا الـ وعندنا الـ function نفسها بما فيها الـ وعندنا فقط للتسهيل في خارج variable أيضا عندنا الـ Object موجودة هنا Object وماث وغيرها كل هذي الأشياء مرة أخرى هي أي Object أو أي شيء يتابع لجافة Script هو من نوع Scriptable Object أو ينحجر من Scriptable Object والـ Object من نوع Native Object String غالبا نستخدم String لكن أيضا ممكن نستخدم Native String الر من نوع Native Ray والـ Function هي من نوع Interpreted Function وفاة وفاة شكرا وفاة دعنا وفاة